بعد وفاة مراته بشاي بيقرر إنه يسافر على إينا عشان يدور على أهله وبالتحديد مراته أحداث فيلم يوم الدين بتدور عن بشاي المقيم في مستعمرة الجزام ولرغم تعفيه الكامل لكن المرض ترك على وشه وأطرافه جروح وندبات لا يمكن إخفاءها أو الشفاء منها بعد وفاة مراته بشاي بيقرر إنه يسافر على إينا عشان يدور على أهله وبالتحديد أبوه اللي سابه هو طفل صغير على باب المستعمرة ووعده إنه حيرجعله لما يخف وما وفاش بوعده ومن هنا بتبدأ فصول الفيلم المليئة بالمغامرات والمصاعب أوضح المصاعب دي هي إن بشاي عمره مخرج من المستعمرة قبل كده وما عندوش أي خبرة في التعامل مع المواصلات ويناوي يقطع السكة بالكامل على عربية كره جررها حرب الحمار بالإضافة لإنه أصلا ما يعرفش السكة ومعتمد بالكامل على وصفة وخريطة بدائية رسمها لواحد صحبه فوق دهوة ده الطفل اليتيم أوباما صديق بشاي بيتطفل على الرحلة بالعافية رغم اعتراضات صديقه بس أصعب المشاكل على الإطلاق هي عدم تقبل الناس لشكل بشاي وخفهم منه فيا ترى حينجح في أهداف رحلته ولا لأ فيلم يوم الدين كان ضمن الأفلام المتنفسة في المسابقة الرسمية للنسخة الأخيرة من مهرجان كان كما أنه تم اختياره بالفعل لتمثيل مصر في القائمة الكبرى الموهلة إن شاء الله لترشحات الأوسكار في النسخة القادمة لأفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية وبعيدا عن كل الإنجازات العظيمة دي إحنا بمنتهى البساطة أمام عمل حلو كفيلم واستثنائي كتجربة الفيلم حلو لأنه متماسك هو بينتمي لنوعية رحلات الطريق أو الروت تريب فيلمز ودي نوعية عموما بينتج عنها أفلام محببة للمشاهدة سيناريو الفيلم جميل وفصوله جيدة جدا وتوقيتاتها ممتازة متوازن ما بين علاقات رقيقة وقصوة واقعية وألم بدون ابتزاز رخيص إخراجه في أغلبه عملي ولكنه لا يخلو من بعض الفقرات الفنية رائعة التنفيذ وشديدة التأثير التباين ما بين الجو العام للأحداث وطبيعة الفقرات دي حسسني ببعض التأثر بفيلم لويتيام جور اللي اتعرض برضو ضمن منافسات مهرجان كان ولكن سنة 1996 ورغم عدم تشابه الفيلمين على مستوى التفاصيل على الإطلاق التصوير متفاوت برضو ما بين العملية وما بين الإبداع في كل فرصة ممكنة الموسيقى التصويرية جذابة جدا المونتاج متقن إلى أبعد الحدود ده على مستوى بناءه كفيلم وده يسمح له بمكانة جيدة جدا ولكن هو كل فيلم حلو وبناءه سليم بيخش المنافسة الرسمية المهرجان كان وده يقودنا للكلام عن اللي بيخلي التجربة دي استثنائية وهو قرار اللي استعانى بشخصيات حقيقية والتصوير في أماكن طبيعية الفيلم من بطولة رادي جمال في دور بشاي وأحمد عبد الحفيظ في دور أوباما مع اللي استعانى ببعض الممثلين المحترفين في أدوار أصغر رادي مريض جزام متعافي ومقيم في المستعمرة فعلا وأبو بكر شوقي مؤلف ومخرج الفيلم اتعرف عليه سنة 2009 أثناء صناعته لفيلم الوثائق القصير المستعمرة نرجع بقى للقرار اللي أربكني في كيفية وصفه يعني أقول عليه جريء ولا غريب ولا خطير ولا عبقري ولا صح ولا غلط مش عارف الحقيقة صناعة أي فيلم في الدنيا عملية صعبة بس الصعوبة دي عادة بتكون متقسمة على أدوار كتير وفيلم زي ده بالتحديد أصعب وأصعب طبيعة شكل البطل طبيعة فصول الرحلة أماكن الأحداث أماكن التصوير وممكن يكون فيه فرق على فكرة اللي عمله أبو بكر البساطة هو أنه رفع كتير من المسئوليات دي عن أصحابها وتحملها بنفسه مش عاوز نجم محترف في دور البطولة لا عاوز أستفاد من إمكانياته في التكسيد ولا عاوز أتضر من تدخله فيلمي مش عاوز مكير عالمي لا عاوز أستفاد من مرونته أمام متطلبات التصوير ولا عاوز أتضر من أنه يضيع لي أربع ساعات كل يوم عشان يعمل مكياج مش عاوز فريق ديكور عملاق لا عاوز أستفاد من رفاهية التصوير جواستوديوهات ولا عاوز أتضر من تكاليف إنتاجية ملهاش آخر عاوز شخصية حقيقية بالسمات الشكلية اللي الدور بيتطلبها وحصور في الأماكن الطبيعية للأحداث ده لو أنا فهم صح يعني دي مدرسة أبو بكر شوقي مخترعهاش وبيتعامل بيها أفلام من زمان وساعات كتير بتخيش لسه السنة دي عمنا كلينت إيستود عمل فيلم اسمه ده 15-17 تو باريس بالشخصيات الحقيقية لبس في الحيطة مطلعش لحد دلوقتي وده شيء مفهوم جدا لأن صانع الفيلم بيزود الأعباء على نفسه جدا خصوصا وأننا في الحالة دي بنتكلم على فيلم زي ما قلت مش بسيط تكسيد مشاعر إنسانية معقدة جدا على يد ممثلين غير محترفين في وسط حركة ومواصلات وزحمة تجربة استثنائية زي ما قلت في البداية والعبقري فيها هو نجاح أبو بكر شوقي في تحويل أغلب الصعوبات بتاعتها لمزايا أوضحها هي الواقعية الشديدة طبعا مداهية لبعد ده كله الفيلم يطلع مش واقعي بس أعظمها هو استثمار غياب الاحترافية لتقديم طعم مختلف لا يمكن نزع صفة الاحترافية عنه وأبسط مثال هو أسلوب الإلقاء بتاع شخصية بشاي وطبعا تجربة زي دي مستحيل تطلع من غير شوية مشاكل زي بعض التوقيتات الخاطئة في أداء أبطالنا وزي بعض المفردات اللي حسيت إنها مترجمة بشكل مباشر من اللغة الإنجليزية ولما أبطالنا استخدموها ما كانتش ليق عليهم قوي فيلم يوم الدين مخاطرة كبيرة جدا ولول اختياره للمنافسة في المسابقة الرسمية في مهرجان كان أخشى إن مصيره كان حيبقى النسيان وأنا سعيد جدا بنجاحه في المخاطرة دي عشان يجذب انتباهنا لمشاهدته لأنه بكل تأكيد من أفضل الأفلام العربية في 2018 تقييمي لفيلم يوم الدين هو 8.5 من 10 أنصح جدا بمشاهدته بعيدا عن مخاوف كونه فيلم مهرجانات مهرجانات من المبادل مش بتاعت أوكا وقرتيجا مناقشة الحلقة إيه أفضل فيلم شفتوه ينتمي لنوعية أفلام رحلات الطريق أو الرود تريب موفيز ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وباي باي